السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبدالغافيس من نيوتيك واليوم نأخذ نظرة بسيطة على اخر تحديث للسناب شات طبعا اضافوا عليه كذا ميزة اللي هي للنصوص و للفلاتر طيب بسم الله نختص صورة الآن طبعا اول ميزة اللي هي للفلاتر الآن صرت تقدر تضيف فلترين فوق بعض طيب نشوف مثلا الآن نضيف اي فلتر مثلا نضيف هذا الفلتر الآن اضغط باصبعك وبالاصبع الثاني حرك بيظهر لك اللي هو فلاتر الوقت هو فلتر السرع وهو فلتر اللي هو درجة الحرارة الآن مثل ما نشوف اضاف لي الفلتر اللوني وفلتر درجة الحرارة لو بغيت اكنسلهم بحرك باصبع واحد بس خلاص الآن جتني الي الصورة الاصلية واقدر اضيف سواء فلتر واحد او اني اضيف الفلترين جميع مثلا خلنا اختار الآن الساعة خلي اصبع ضغط وبالاصبع الثاني الآن بختار الفلتر الثاني كذلك بالنسبة للميزة الثانية اللي هي ميزة النصوص ميزة كنا محتاجينها من زمان طيب مثل ما نشوف خلوني الآن اكتب اي نص نيو تيك طيب الآن مثل ما نشوف الانصر تقدر انك تعدل على الالوان وتقدر انك تعدل على حجم الناس كل اللي عليك اضغط على T بعدين الآن باصبعين تقدر انك تكبر الناس تميلوه تدوره تسوي فيه اللي انت تبغى مثل ما نشوف اقدر احطه في اي مكان من الصورة عندنا الحاجة الثانية انك لما تضغط على النص مثل ما نشوف ظهر هنا اللي هو خيار الالوان بامكاني اني اغير خيار لون النص اين لون يعني انا به مثل ما نشوف مثلا اختار اصفر او برتقالي اصفر على برتقالي المهم كذلك تقدر انك تكتب يعني مثلا كلمة ثانية اين كانت وتضلل عليها وتحط لون ثاني للكلمة افصر عندي الان كلمتين اقدر العب فيهم واحركهم اي حاجة انا بغاها وكذلك اني اضيف اللون على كل الكلمتين هذا شرح بسيط وسريع للتعديث الجديد والمزايا الجديدة للنصوص وكذلك الفلاتر اتمنى انه اعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته